لأهم الأحداث اللي شهدتها تونس على امتداد هذا الأسبوع خلينا نقوله اللي كانت أحداث كبيرة برشة أحداث تقريبا غير مسبوقة نحكيه بطبيعة الحال على تقرير محكمة المحاسبات والسؤال هل يقلب المعادلات السياسية ونذهب إلى مشهد سياسي وخاصة برلماني جديد نتحدث على تقرير مفصل يوجه تهم واضحة وصريحة على تجاوزات ترتقي لمرتبة الجرائم الانتخابية في علاقة بالتمويل الخارجي لعدد كبير من الأحزاب والنواب وحتى رئاسة الجمهورية مجبودة في التقرير هذية شفنا جدل كبير صار شفنا تصريحات شفنا تداعيات سمعنا كلام من قبل مقاله قاضي محمد العياد يبقى أن المشهد سيتغير ونواب سيفقدون عضويتهم في البرلمان والسياسيون سيمنعون من هنا فصاعدا من التصويت شفنا زادة وستاذ قانون الدستوري رأبح الخرايفي يقول أن الفصل 163 من قانون انتخابي واضح وتقرير دائرة المحاسبات لا يحتاج لأدلة استنادا لتقرير محكمة المحاسبات حول انتخابات والجرائم المرتكبة أن هناك إمكانية لإسقاط عضويت أغلب النواب وكذلك رئيس جمهورية والدعوة لانتخابات سابقة لأوانها لكن في المقابل نيابة العمومية بالتصريحات التي تجي منها تقول أنها لم تتوصل بأي إدانة أو مكتوب من محكمة المحاسبات هل سيكون هذا التقرير هو الفاصل يعني حتى في مدى مصدقية محكمة المحاسبات التي عليها أن لا تكتفي بنشر التقارير فقط بل اذهب إلى استصدار أحكام وهكا ربما تولي المحكمة هذه تاخذ المصدقية التي تستحقها ولا فنها ربما تعتبر جزء من الفساد اللي قاعد ينخر في تونس على امتداد عشر سنوات خاصة إذا بقات التقارير هذه معناها محفوظة في الأرشيف مثلها مثل عديد التقارير اللي أصدرتها محكمة المحاسبات في السنوات السابقة لكن الجديد المرة هذه هو أن التقرير يستهدف خاصة كما قلنا الاستحقاقات الانتخابية امتاع 2019 واللي بعد عام واش تخرج الحقائق اللي تبين أنه ما كانش فيها صوت الناخب التونسي هو المحدد بقدر ما كانت كما قلنا الأموال المدفقة خاصة من الخارج أو حتى المستثمرة في الخارج في تحديد أو بل في الاستيلاء على إرادة الناخبين وفي رسم المشهد السياسي اللي نعيش فيه اليوم في تونس مفروض كما قلت بعد تقريبا عشر سنوات من سقوط نظام بن علي والذهاب في مسار اعتقدناه أنه الديمقراطي قولا وفعلا لكن هاكم تراه في الممارسات تكذب تقريبا وتأكد أنه قد يكون هذا المسار اللي توا يمتد على تسعة سنوات مسار شبيه بالحمل الكاذب شفنا حاجات ما أخطر جمعة هذه تعرفوك المثال اللي يقول لك في الزمان المعكوس رينا الفار يحاوس في القطوس هذا هي تقريبا شفنا ما اشترا منه في مجلس النواب الشعب شفنا بعض النواب اللي ثابت عليهم تهم الفساد تهم الارتشاء تهم السرقة تهم التزييف تهم التدليس تهم التهرب الجيبائي شفناهم يقاضيوا ويحاسبوا في عدد من السادة القوضات في مشهد غير مسبوق في تونس أن السلطة التنفيذية تحاكم السلطة القضائية هذا يصير على العلن ويصير على المباشر في استهداف لآخر ما تبقى في هذا الوطن لآخر وتد يقف عليه هذا الوطن وهي المؤسسة القضائية في الحقيقة سبق وتكلمت أنا شخصيا العديد مرات على وجوب وضرورة تصلاح منظومة القضائية في تونس وأكد بأكثر مرة أنه لا خلاص لهذا البلد ولهذه التجربة الديمقراطية الهشة إلا بتحرير القضاء من سلطة السياسة والسياسيين خاصة إذا كانوا من النوعية التي ابتلنا بهم في السنوات الأخيرة حبينا الإصلاح هذا ينطلق من داخل المؤسسة القضائية الإصلاح يقوم به القوضات أنفسهم لتطهير مؤسستهم من كل معناها ما يمكن أن يسيء لصمعة القضاء في تونس تأخر هذا الإصلاح لأسباب مختلفة ولكن هاو القضاء أعطاوا الفرصة لأشباه السياسيين باش يتطاولوا عليهم وباش يشكوا في مصداقيتهم وباش يمسوا من نزهتهم وهذا هي أخطر ما تنجم تكون تصلوا مش تونس بركة بل كل الأوطان تقريبا وهذاك عليش نعتبروها سبوع فارق في تاريخ وحياة وحاضر ومستقبل تونس مش هذا بركة اللي عاشنا هالسبوع هذه عاشنا زادة داعيات ما صار يعرف بملف النفايات تونس اللي كانت مطمور روما اليوم تونس والت المزبلة امتع روما وكلكم على يعني عالم بملف النفايات وهك السبعين حاوية اللي جات من إيطاليا مليانة بمعنى كل ما تقيأه الإيطاليون وين باش تتحط تتحط اليوم هنا في تونس الملف هذي وكانه هناك جهات قاعدة تكتم عليه قاعدة تحاول تطمس كل الحقائق اللي موجودة فيه ضغوطات كبيرة قاعدة تتعرض لها الديوانة التونسية باش تغلق الملف باش تلغي خطية بخمسة مليارات لكن فما نواب شرافاء نحكي على التدخل الرائع والمهم والخطير انتع النعمان العش اللي كشف عديد الحقائق اللي وريت انه المافيا انتع النفايات اللي موجودة في إيطاليا اللي كومافيا عندها عروقها موجودة لهنا في تونس والعروق هذه موجودة خاصة سواء في معناها القنصليتنا في إيطاليا اللي بينت بعض المعلومات انه صار اتصال بين السيدة القنصلة ومدير عام الشركة هذه اللي بعثتنا بالنفايات ويبدو انه سهلت له معناها دخول النفايات الى تونس وكذلك مدير تثمين النفايات حسب سيد النايب كشف انه رسل الميل من هسابه الخاص يعلم فيه الشركة الإيطالية بالموافقة على ارساء الحيويات وهذا تم في 14 جوان 2020 فالمقابل وزارة البيئة تتكتم على الموضوع سيد رئيس الحكومة يكتفي بإيقالة رئيس المدير العام لوكالة الوطنية للنفايات وكأنه وكأنه هو بيدو يساهم في طمس هذا الملف الذي يبدو انه الرايحة متاعه اعفن من الرايحة اللي قاعدة تخرج من الحاويات نحكيه على عنجو كبير فيه برشة فلوس لكن ظهر انه زادة كما قلنا فيه برشة متورطين بداية من وزير البيئة مدير الديوان الكاتب العام الوزارة مفروض الملف هذي اللي قاعد معناها كما قلنا جهات كبيرة تضغط حتى يتم تمسوا وتهميشوا مفروض ياخذ اكثر اهتماما لأعلام التونسي من سادة النواب سفيتهم السلطة الرقبية الاولى في البلاد باش هكاكا نمشيو اذا تحبو ننظفو البلاد نبدأو ننظفوها خاصة مش من النفايات بل من مسؤولين هو ما بيدهم نفايات لانو المسؤول اللي يتآمر على بلاده ويكون واسطة في انو يحولها الى حاوية زبلة وحاوية نفايات هو بيده ما يكون كان نفاية فسيد هشام مشيشي مش معناها من حقك انك تتسطر على هكذا مسؤولين فاسدين عندك احنا ما نطالبو بشي طالبو انك تاقف على تحقيق جدي تحقيق دولة فعلا تحب تنتقل من مرحلة الى مرحلة وهذا ما يجيش باختيار كابش فيداء واقالته هذا يجي بفتح ملف برمته داخل وزارة البيئة اللي شفناها هي اللي كانت وراء سقوط حكومة الفخفاخ لانو فهمنا انو سيد الفخفاخ وقت لعايا الوزير على رأس الوزارة هذه ما كانش لكفاءة الوزير بل لانو الوزير هذي هو اللي كان قادر على تأمين انجاز الصفقات الفاسدة اللي كان يقوم بها السيد الياس الفخفاخ ويبدو انو الوزير هذا بيدوك يخرج حط واحد ثيقة باش يواصل التكتم على هكذا ملفات فبقدر منحيو انو سيد النواب الشرفاء بقدر ما نطالبو بمواصلة معناها فتح هذا الملف وكشف وتحديد المسئوليات مسألة اخرى عاشناها في الاسبوع هذا على خلفية ما اتفاق لحصل في الكامور يطلع سيد رئيس الحكومة بخطاب اتصالي في منتهى الهواية حتى لا نقول الضعف والخطاب هذا يقول فيه انو الكامور ستكون معناها مثال تنموي ينسحب على بقية الجهات المفقرة ووقت اللي نعرف انو اليوم في تونس بعد عشر سنوات من الثورة المباركة والتي عانا 24 جهة مفقرة فبطبيعة تحاكمت النتيجة انو الجهات خرجت في مظاهرات في مسيرات وفي حركات احتجاجية شفناها في الكيف شفناها في قابس شفناها في القصرين وشوفوا فيها في عديد الولايات الاخرى مؤكدنا داخلين على اسابيع سخنة وسخنة جدا علاش لانو سيد رئيس الحكومة على الاقل كي ما تعرش تتحدث وما تعرش تتواصل ما علاش تطلع وتقول كلام بالخطورة هذي اللي بشيهزنا المقالات مجهولة وشوفنا حتى الرد الفعل انت اعتحاد العام التونسي للشغل اللي كان هو اللي يحتظن ويقطر هكذا التحركات اليوم الحكومة تلقى روحها في مواجهة مباشرة مع حركات احتجاجية المتوقع انها بشتشمل تقريبا معظم الجهاد ما نعرفوش على السيد رئيس الحكومة كيفاش بش يتصرف معها اللهم اللي اذا كانت عنده معناها كنوز سلطان بروناي واللي نجم يغضقها على كل الجهات واذا هذا موجود ماذا بنا معاش تحكونا على الصعوبات مالية وعلى فقر الدولة وعلى افلاس الدولة وعلى 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 فهمنا يا سيشام فهم الفلوس اللي تنجم تغضقها على كل الجهات او انك خرجت تبيع في الوعود وصحابك اللي تعديه على رئيس الحكومة وبيعه الوعود شفنا معلها تدايات الوعود على السلم الاجتماعية بصفة عامة بطبيعة الحال من نجموش ما نتحدثوش على زيارة السيد رئيس الدولة الى قطر تجي في توقيت تشهد فيه تونس التئاب مؤتمر ليبي وبرشة شبهوه بهك المؤتمر اللي احتضنته تونس في 2012 مؤتمر اصدقاء سوريا ان شاء الله المرة هذه ما هوش مؤتمر اصدقاءها ليبيا لانه الخبار اللي قاعدة تتسرب من الكواليس تقول انه كل شي موجود في المؤتمر ذي الا مصلحة ليبيا وخاصة لنا مصلحة الشعب الليبي هذي مش نحاولو بطبيعة الحال نتحدثو عليهم بعد ذي في اليوم هم زود من الناس نحب نعبر على شكر لهم لانهم قبلوا باش يجيوا ويحكيوا كلهم في اختصاصه ما همش معنيين بالشأن السياسي وذي مفهوم نتحدث على القاضي الفاضل سيد علي الشرابي مرحبا بك سيد الرئيس مرحبا وتعليل مستمعي راديو ميتو حضورك مهمة مهمة معنا لانه عشنا الاسبوع هذي على اه وقع رحيل ثلاثة قضاء بسبب معناها داء الكورونا وثابت انهم اه الاسابة تمت في مقرات العمل وهذا يطرح اكثر من سؤال حول وضعية الحالية اللي يشتغلوا فيها القضاء واللي قاعدين كيفهم كيف الجيش الابيضة يقدموا في ضريبة باهضة وباهضة جدا مش نحاولوا من بعد معاك نحكيوا عليش صار اللي صار وكيفيش خاصة الوقف والطيار ترحموا عليهم كل تبيعة الحال اللي هنترحموا عليهم قد قلوا بتعازي بها العائلات هم والأسر القضائية قبل ما نحكيوا عن الموضوع رعاية صحيحة قولوا خاصة ان شاء الله هذيك حد البس معنا الدكتور خصائي في الانعاش الدكتور تارك عطالله مرحبا بيك سي تارك بش تكون معنا بش تعطينا اكثر توضيحات حول ما تم الاعلان عليه في بداية الأسر الأسبوع هذيه أنه مخابر آآ بفايزر توصلت إلى لقاح عنده فعالية كبيرة في مواجهة كورونا معناه فيروس الكورونا كلمة كبيرة وكثير آآ على الفيروس هذيه بصيص أمل للبشرية لكن تون شوفوا مبعد في التفاصيل أنه ربما اللي ثمه شكون يعتقد أنه جمعة جاي بش يكون الدواء هذا موجود في تونس ونقولوا لهم رابطة شوي مزلنا في تونس الحل الوحيد المتوفر لنا اليوم هي الصابونة والبافات وتباعد الجسدي وفي الأثناء الأرقام رأي قاعدة تتصاعد بل أنه السؤال ما تروح هل أنه ما يتم تقديمه من أرقام حول الإصابات والوفيات في تونس من المصادر الرسمية هل هي صحيحة أم تغفل ربما الحقيقة فاعتقادنا أنه وكما قلت في وسط الأسبوع اليوم الكورونا في تونس ما عادتش أرقام اليوم الكورونا ولا تأسمى الناس اللي قاعدة ترحل نعرفوهم باللسم وفيهم أصدقاء وفيهم أحباب وفيهم زملاء من قضات من الطباء من علاميين ومنا الناس العاديين هذي اللي خلينا نحسوا أنه الوباء في تونس قاعد يربح في برشة تيران وإن شاء الله نجموا معناها نقاوموه بالجهيد في انتظار أنه المخابر العالمية تجود علينا بالدواء معناها اللي يكون خاصة في المتناول وما يبقاش موجود كان في الدول اللي صنعته حب نشكلك برشة دكتور على الحضورة متاعك بيش تكون أنت ضيف اللي بيش تحلوا معها الحديث علش نشكرك لأنك جيتنا اليوم رأى أنه ما عندك مناسبة عائلية ضحيت بها واو عيد ميلاد السيدة قارينتك السيدة سوها كان مانيش غالت فنحيوك ونحيوها هي نقولولكم عيد ميلاد نحكيوه على البشرية جمعا تخبر هذي نجينا من مخابر فايزر ذات الصمعة العالمية تقريبا نجم يكون أهم مخبر أهم المخابر في العالم نجم تحكي لنا أنت كان إنسان مختص دبيب مختص في الإنعاش وعندك علاقة مباشرة الخبر يعتبر معناها معناها حاجة أخبار سعيد جدا لأنه أحنا قاعدين نجم نقوله توا الكوفيد بحول الله سننتصر عليه لأنه ممكن الفكسن هذا مش هو اللي مش نستعملوه أما نعرفوا اللي فما اللي لابوراتوار فارماسيوتيك فما برشة قاعدين متجهين ويستعملوه باش يشوفوا يلقوا فاكسن واحد وصلوا لأخرين وراه مزيل مشي تلي بروبابلما ومشي جيوا دوتر فاكسن كيقولوا لقينا فاكسن معناها هذا هذا أمل هذا معناها يعطينا ثقة اللي وأنه بحول الله كيستيون بتاع أشهر ممكن عام ممكن عامين سوف ننتصر على على هذا الوباء وبحول الله في بعض أشهر والعام والعامين ممكن نأمل وبيحاول الله نرجع للحياة متاعنا العادية اللي عرفناها قبل بالعلاقات الاجتماعية متاعنا هذي هذي اللي اللي الأمل اللي يبعث فينا هالنوفيلة ذي اللي يلقاوا الفكسن هذي وقراسة الفكسن هذي يطرح تساؤلات يطرح تساؤلات لأنه المدة قصيرة برشة باش يلقاوا الفكسن وبالطبيعة على الأطباء تعتبر قصيرة برشة خاطر باش توصر باش تخرج جدوية جديد ولا فكسن جديد يلزم عامين تاثا سنين لكن فما تراكم عنها في التجارة اللي تشتغل على الفيروسات هذي وعلى الأوباء بصفة عامة هم يقولوا هذا تطوير معناه لقاحات جربت ونفعت في مداوات باليوديزم والتعون وغير وغير هذاك علشه اعتبرنا أنه ربما الوقت لكن كل فكسن هو يقعد يستوجب معناها تجارب حتى لينتوصل للمواطن ولا نستعملوه عند المواطنين بكل لكن هم مجهود من ناحية اللابراتوار وهم مجهود حكومي على ما يبدو من حكومات الأمريكية وغيرهم أنهم يقصروا أكثر ما يمكن في التسعة أشهر والثمانية أشهر تسعة أشهر وشهر بشكل منا ومن ثم يعني لفتحل جربت ويستعملوه عند المواطنين ومن ثم نحن بشكل منا ويستعملوه عندما يتجربت ويستعملوه عندما ينفعه يجب أن تجرب الوصف هل تتعلم أن تكون لغاية لكي لا يمرض لكن ليس لغاية لكي يرغب الامنية تستوجب فحوس ومعنى يجب أن نجعل الأمام شيئاً أفضل عندما نأخذ الوصف معنى المعنى نأخذ الوصف ونعطيه لكي نكون الامنية ونعطيه لكي نكون الوصف المستوجبة يجب أن يكون المستوجبة بالطبع عن طريق بعض الأكسپيرات أعطوهم ومعنى تعدى تعدى الأكسپيريانس عند الترماء الأساسي كليني فاز 1، فاز 2، فاز 3 فاز 3 فازة ترميز ونرى المرحلة المرحلة لنرى قبل كل شيء ونعطيه لعدد صغير من العباد ونرى هكذا ليس سوراً ونعطيني مشاكل كبار في مرحلة ثانية نرى هكذا في المرحلة ثانية نرى هكذا يعطيني نتائج نجم لكي نوصل ونبيعه على نتاق واسع معناها المفارقة أنه الفاكسين هاذا اللي اكتشفته من خابر فايزر في أمريكيا ويقولوا مئتين وثلاثين الف وفات يعني الوفيات تتساقط بالالاف وفي نفس الوقت المخبر يشتغل وياخذ وقته الكامل لكن ابراهيم فهم يقول أنه الأمور ماهيش بارئة معناها ماهيش طبية فقط نظراً لوقتيش خرج الخبر خرج مباشرةً بعد هزيمة ترامب في الانتخابات الرئاسية لأنه ترامب اللي هزمه فعلاً هي الكورونا قبل ترامب كانت مرشح بش يكون هو الرئيس بدون منازع نظراً لما حققه للاقتصاد الأمريكي كي جات الكورونا وارتباكه واستهتاره بالكورونا ومعه الأعداد الهيلم الوفيات تقريباً هي اللي قضاة عليه ويبدو أن المخابر تواطأت ضد ترامب حتى أنه ما تم الإعلان على اكتشاف هذا إلا بعد ما تأكدت هزيمة ترامب بتمشي في نظرية المؤامرة هذي ولا؟ والله غير مستبعدة خاصةً وأنه جوب هيداً كان من الأولى اللي أعلن على اكتشاف اللي قاح هزايا واللي هو اتصل برئيس اللجنة العلمية المكلفة يعني بمتابعة الوضع متاع الكورونا في الولايات المتحدة الأمريكية وأكد أنه راهو بش يحتفظ به بش يكون يواصل معاه غير مستبعد جداً خاصةً في بلدك من الولايات المتحدة الأمريكية ونفيه متاع فلوس ونعرفوا إحنا الأدوية من أكبر اللي زون جو حتى أكثر أحياناً من الأسلحة اللي تتباعها بالمرشي نوار اللي تتباعها معناتها الوبيتاع الأدوية من أكبر ما فهم وهذا يكي نحكيه على بفايزر اللي هو أكبر مخبر في العالم اللي فيه إمكانيات رهيبة جداً سواء من حيث الإمكانيات البشارية والإمكانيات البادية إذن غير مستبع جداً خاصةً وقتل يرينا ترامب هو كان يمزح ويستهتر حتى كان يقول لك ما نبسش البافات لسول فهو نبس البافات وقتل يهزوه في الطيارة فبتول الخاصة متاعه باش يوصلوه يمشي باش يدخل المستشفى على أساس وقتل يصيبه هو بالكوفيد لونك وقتها يلبس البافات أما هو كان يستهتر يقول لك ما نبسهش شوفنا عدد الاجتماعات الشعبية متاعه معناها جمهوره ما يلبسش البافات حالة من استهتر التام رغم أنه كي ما يقوله نحكو على بلاد متساقطين فاهم متين وثلاثين الف حالت وفاة من أكبر من أكبر البلدان اللي تمست بلتضربة من حيث الإصابات ولا من حيث الوفيات بايه الدكتور تقول المخابر هذي فايزار هذي وباء مس البشرية الكل ووقف اقتصاد العالم وهز حتى إلى انهيارات تابعات متاحها من بعد شنوه لي ما خلاش المخابر هذي العالمية روسية على صينية الأمريكية على ألمانية على فرنساوية تتوحد وتعمل مجموعة بحث موحدة بايش تسرع في تقديم الاكتشاف هذي ولا غير هذي علش متوحدتش علش كل مخبر خدم معناها بشكل مفرد وماراو في اللابوراتوار كيف كيف؟ روسي فرانسي كيف كيف؟ في البحوث هي من ناحية الميتودولوجية والبحوث كل واحدة عندهم ليس اكيب اللي يحاولوا باش يستنتوا وداير ايا ما ظهر انه الغاية الربحية كان تقبل الغاية الطبية لانه كان جد ثم الغاية الطبية قبل رو ربما تم توحيد الجهود في فريق بحث ومعناها موحد لكن كل واحد كان يجري على ضربوه كما نقوله واحنا لانه يعرفوا اللي بشك تشفلول باش تكون ارقام بطبيعة المترجمات 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 باش يسرعوا النتيجة اللي يلقاها انت تجيب تستغلى انت باش تشوف 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 تريقة اخرى لباش تتسريع في الفاكسن اذا ما نجمشنا حقا نرجع لك التونس يقولوا انه الفاكسن هذي حتى اذا تم اكتشافه صعيب جيانه التونس لانه يطلب انه يكون محفوظ في درجة حرارة عقل من سبعين قرادو مانو احنا كما قلنا التكنيك ديكوفيرت الي اوريجينال الي اخذاء الارين مساجي ماخذاش الفيروس يجب يجب لانه الاحتفاظ بي في دي كونديشون وانه يجب ان يكون يجب ان يكون كونجيلاتور بان فريقو يجب ان يكون في موات 80 دقر هنالك نجيلاتور مدكو يجب ان درجة الحرارة تكون في الى ثمانين درجة وهذا يعطي مشكل كبير عن منحية اللوجيستيك يجب ان تحظوه احنا مساحاتنا ومستشفيتنا مع دي كونجيلاتور موات 80 دقره يجب ان لوجيستيك سبيشال مثلا كما سمعنا نو في الدولة الفرنسية قامت الحكومة الفرنسية بعملة شرايات خاصيصاً لتخزين نوع هذه الفاكسان. بتحذر في روحها باش بعد تكون التوزيحة وكيف كيف التوزيحة مشكلة. يعني انه مش مش تناجم مثلاً تمشي للمدارس ولا تمشي محتاجة مش تعمل كونجيلاتور متنقلة. معناها فما مشاكل لوجستية بالنسبة لي اعطاء الفاكسان هذي لله الارج هشيل لتوليزي الارج هشيل فما مشيك اللوجستية اللي يزيم واحد تحذير له. ما يجيش هكا معنا في اه بسي فا معناها مغير مغير تحذير لله. كانوا كانوا واكسان انتغريب ما يزيم شير. لا ما انا جمشي تبا في الفرماسي دفاصان هكا عادية. عادية هزو روح هي. اه ولا يزيم يكون تحت اشراف وزارة الصحة وإطارات متى وزارة الصحة. كذا ليخلي معناها محمول اليوم على رئيس الحكومة وزارة الصحة انها تتهيأ مش لاستقبال اللقاح فقط بل خاصة لتهيئة معناها اللوجستيك اللي لازم كي ما يحكي لك علي فريقو هذو ما. فما منظمة العالمي للصحة اعلنت على استعدادها كونو بمساعدة الدول الفقيرة اكيد تونس تعتبر من دول الفقيرة باش تساعدها باش تحذر اللوجستيك نسيسير بالنسبة لاستقبال اللقاح هذيه وحتى يوصل الساعة لان اتوه مزال شفنا احنا وان اول مبادر هو الاتحاد الهوروبي بادل دي جاء باش يقدم اكمان ده اولية بثلاثمائة مليون جرعة من اللقاح هذا ثم بعد ستتبعها اكيد بلدان اخرى غنية وبالنسبة لي اه كنا نتحت وتوه وهونسين الصين اللي هي زادة قاعدة تعمل مخابر بتاعها كونو بشتور اللقاح وتتعصر اللقاح انا باعتقاد يفهم السباق بالنسبة للدول الكبرى بالاساس كونو شكون يوصل لول وعلى اساس كونو بفايزر معانتها رقم واحد يسوقه فايزر وقت اللي تم الاعلان على اكتشاف اللقاح هذي الاسهم بتاعها ارتفعت في البورسة متاع نويورك والعارفة متاعها الكبير باع بعض الاسهم بما قيمته اربعة فاصلة ثلاثين بليار دولار دمتها غدوة اذا هذا يأكد لطف اللي كنا نحكي وفيه انه راو اللي معاتها صناعة الادوية هي من اهم الصناعات في العالم واللي تضر اموال طائلة على المخابر هذي المختصة بالاساس. رغم انه في تونس معناها بداية تتقس عنها تقاليد كبيرة في صناعة الادوية وعنها معناها مصانع مشهود لها حتى افريقيا وعاربيا ان شاء الله معناها تكون خاصة بالي ديريفي في بالي هكا دكتور. كنسبة الادوية بتاع ان احنا. ايه كنسبة. هو عندهم ملي ديشكو نابل ديبرتومون دو ديفلوفمون دورشاش كخوي برشا في معناها حيق طاقات. معناهم وادي اه معناها اختصاصيين من طراز عالمي معناها هم سيفرية من شركات ربحية لكن تتعمل على الذكاء البشري معنا هذي جزينا قولوه. معناه ماهمش اه ما سرقوش. المية تيجيو. معناها اخذها ومن احسن احسن اطارات فيما يخص اليمينولوجي فيما يخص وعطاهم الانفيرانمان نساسير باش يقوموا بالبحوث متاحهم وقاعدين يجيني وثمرة العمل متاحهم والانفستيسمن كبير برشا انفستيسمن مالي وانفستيسمن في العباد. في العباد. هاي واللي نحب كل ذلك يفي فراوه فما فما بلزير سوتر فاكسن اللي قريب زادة جايين اللي من ناحية العرين ولكن عالطريقة تقليدية اللي متستوجو بتستجوبش دي كونجيلاتور وهذا ممكن احنا في تونس معنا باش انا رأي الخاص انو يزم تكون ان كميته ان كميته دي باليواشن عن نوت ريشيل معنا في تونس وبطبيعة عنا تمرك الله عنا كفاءات خاصة في استيتيو باستور معنا كفاءات كبيرة يس ومتعودين على تقييم لفاكسن نوك يزم احنا في تونس تكون كميته تكنيك بور ايواليواشن بتاع لزيتودي اللي خارجوا فيهم للابوراتوار وباش نشوف وان هو الطريقة الامثل وان هو الفاكسن الامثل اللي يصلح لتونس معنا مدام ما حكينا على الكفاءات اللي تراهن عليها كبرى المخابر العالمية دي نعرفوا اللي فهم برشا كفاءات آآ عربية برشا كفاءات من شمال افريقيا من تونس من مغرب من الجزائر وهنا يبدو انو الدكتور سليم بو جرموح وهو طبيب وباحث جزائري كان من الفريق المضيق في مخابر فايزر اللي ساهم مساهمة كبيرة في هذا الاكتشاف ويبدو حسب المصدر اللي عندي انو السفارة الامريكية في الجزائر هنأت هذا الدكتور نحكيه عن الدكتور سليم آآ بو جرموح وهو يشغل منصب مدير مساعد الابحاث في تطوير اللقاحات في الشركة الصناعة السيدلية الامريكية فايزر وقاري في جامعة الجزائر ومتخرج الف وتسعمائة وستة وتسعين يعني ما قتيت رأى الطباء والكفاءات هذية قتيت تبشي الكبرى المخابر تتوفر لها الظروف متاع البحث تبدع ابداع كبير رغم انو خريش كلية الطب في الجزائر في نفس الوقت ابراهيم تشوف انو الرئيس الجزائر يا عبد مجيد تبون الله يرحم الله يطول في عمره ولا ربي يشويه آآ موجود توا معناها في مستشفى الماني للعداوي من عدوى آآ كورونا معناها تعيشها الامة العربية انك رغم طيب نحكي على جزائر نحكي على البلاد عندها موارد مالية كبيرة برشا معناها تباركالها دولة نفطية شركة معناها تقريبا كي من شركة رامكو في السعودية ومع هذا الجزائر ما فيهش مستشفيات معناها آآ ظاهيم مستشفيات تلمانيا وغيرها وذلك يعني خلط طبها متاحها ونفس الوضعين يا شويت. سامحني انا انا الهناتة والعربية السعودية وللكويت زاد عندهم امكانيات امير الكويت وين توفى? توفى في مستشفى في الولايات المتحدة الامريكية. الملك عبدالله. ملك السعودية عبدالله وين توفى? توفى ايضا البرة. ما يكفيش انه تكون عنا كفاءات ولكن اذا كان ما موفروش لها الامكانيات الضرورية والانفيرون ما كما كان يحكي الدكتور طوي نسي سار ما تنجيبش تفتق المواهب متاحها. عبارة زادة نفس الشي علش فما كوارجي اللي يخرجوا من افريقيا. لانو ما يلقاوش الامكانيات ولا حتى من منطقة المنطقة نحن من مغرب من جزائر ومن تونس. ما يلقاش الظروف الملائمة باش يفتق المواهب متاحة وقت اللي يخرج البرة تحس وفتق المهم متاع وليل يلقى امكانية اخرى وظروف عمل اخرى وتأثير اخر مع الاسف. مالا السؤال هو جيس كاكا. الى متى تستمر هالمأساة هذية معناها اه خيرنا ماشي لغيرنا. نحكو على انو خب متاع الطباء يقرأوا في كليات الطب عنا ومن بعد الممارسة متاحهم تصير في مستشفيات ولا مخابر ولا مساحات اجنبية. هبنزلك دكتور وحنا اليوم نعانيه في نقص كبير على مستوى الطباء لانعاش. يانو الزملان تاك معظمهم هاجر الى اوروبا والى الدول العربية بحث على اولا ظروف عيش افضل وثانيا على تأمين اه حياتهم بطريقة افضل. شنولي خليك انتي ما هاجرتش. بو الحقيقة. فنجمش نجاوباك بيسيف هكا بعدها الا انا بطبيعة ولدكم كم اه اطباء متع تونسكوا ولد المنظومة الصحية العمومية معنى كم يقولوا احنا كنا ولد سبيتار. اي لما ولا فعلة اليوم كنا القاوة طبيبا عاش في تونس ما هاجرش. اي اي. انتي تو تتسمى عصفور نادر. دونك ذاك عليش انا طرحت عليك السؤال. اي اي اي. هو العادي انك تبقى في تونس. اي اي. لكن اليوم ولا للخارق للعادة انك تبقى في تونس. الاكسبسيونك موجود في تونس. اي احنا انا جوي بارتي دون جنراسيون معنى اللي تخرجت اه في اخر ثمانينات في التسعينات اول التسعينات اللي الاكستيون سبوزي منبا معنى حتى زو مانا اللي خرجنا في استاج البر خرجنا رو تونس دولة تونسية صرفت علينا وضحات من اجل نعطاتنا دي بورس البر من قدبش معنى بورس ووعونتنا ولكن في كانت معنى الشوز اتي افيدان معنى كان لو جو وقت طور مش نرجع وش نرجع انما نعطاتنا حالونا البست دي كنكور بش نعديو لي كنكور منبا معنى لاكستيون سبوزي منبا معنى ها وان ومور تبدلت مانيفستمان المان تشانج كما قولوها اه يفهم الظروف المادية سيفري ابل اي انا في القطع الخاس بطبيعة معنى حقيقة معنى الظروف المادية احسن شوية من جمع زومانينا في القطع العام اهه سيهه سيهه فههه تكون مانتاليتي كنه المانتالي تسو تنتينة معناها. معناها كتحكي مع زماليك من نفس الاختصاص اللي هما بيدهم يحضروا في مشروع هجرة تحس معناها مكثرهم يحب يبقى مكثرهم يحب يغادر. والله فما هنا الخروج معناها من لول كي يحب ماذا تقاه ريزيدان ومازال صغير وحب يخرج هو الاحساس هو التعطش للتعرف على ديزاكيب كبار وحب يخدم معناه من منطلق علمي معنا كي تبدأ جون ريزيدان يحب يخوش نوج تحلم كنا حكي احنا كاك كانك وقت كنت ريزيدان وشنو حلمة بتاك نخرج البر نعم لستاجات البر ومن غادي البعض يبقلوها يتكبش تكبش عليهم ويقعد وغادي ويلقاوه اما احنا كنا معناها مخنا كان لرجوع منش نحبوه نره 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 متوامه اما المنطلق متاعونه منطلق معناها اه علمي علمي تطوير القدرات كما يقولوها تحسين القدرات وحب تدخل في وصف ديزاكيب ينو كيب ديليت شوفنا الاسبوع ذايا مداما كنتي طابعنا عاش تشتغل في مساحة خاصة برشا كلام قاعد يتقال على المساحات الخاصة برشا شايتنا لكن فيها جزء كبير صحيح نحكيه خاصة على القاضية اللي اتوفيت وشوفنا معناها الكلام اللي خرج من اللول انه المساحة طلبت عليها 30 الف دينار ثم شوفنا التوضيح من جانب شقيقة الضحية وزوجها وحتى من صاحب المنصة المساحة اللي قال انه مسارش الاشتيرات ادي وانه العائلة اختارت انها تواجه للمستشفى العسكري نقوله مرة اخرى ربي اه يرحمها سونية العريضي هيكا سونية العريضي نتوها ترحموا عليها اه علش هال السمعة السيئة جدا اليوم للمساحات الخاصة في تونس دكتور سعب كيف ترحموا على السيدة القاضية وربي يرحمها وربي يصبر اهلها وذي معناها رلانس اكور ينفوا المشكلة اه لزيزان تمويل الصحة في تونس بتو فاصل جنيرا اه طبيعة انو في المساحات الخاصة دي ما اه فيه. اما اما. لكن علاش نهم الكل عند اصحاب المساحات الخاص. علاش اليوم في ظرف صعيب كيف ان هكا نحسوا انه معناها وكأنهم يتعاملوا معها كفرصة لمزيد من التربح والاستثراع. والله انا طوب كبسيفتي معناها كمعناها نمارس خدمتاعي في المساحات الخاصة وحتى عندي بعض المسئوليات طبية في في المساحة. ما عنديش هالاحساس هذي الحقيقة. بطبيعة انتي تقبض دكتور. مين بجيك هسيسة دي. نحكو عن الادارة. اللي تتعالتها مباشرة قبل ما يدخل المريض هو جاي يطلع في الروح. خلي 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 نقول لك معناها بش معناها مش تقول لي في المساح المساحات الخاصة اغلبها. اغلبها المساحات الخاصة هال رؤوس الاموال الكبار هل هم اللي مشاركين فيهم. الجواب لي اغلبيتهم اغلبيتهم اه اطباء اه مش يتلموا ثلاثين اارمعين خمسين طبيب ويشارك ويعملوا. لكن هم بيدهم يتحولوا الى رجال اعمال وربما ينسوا حتى معناها النبلة المهنة متاعهم يولي الربح يتعدى قبل اخلال ايات المهنة. لو كان معناها دمان بتاع المساحات في حد ذاته هو مورد رزق كبير معناها كما يقعد يداول فيه. ما نظنش كانوا رجال اعمال اللي عندهم الفلوس مش يخليوا ما غير ما يدخلوا فيه. هم قاعدين يدخلوا تبارك الله برشا مساحات اليوم ما يمتلكوا رجال اعمال ما عندهم حتى علاقة لا بالطب ولا بقسمها باخرات. يعرفوا كين كيلس ده او يعمل ده او يمر. ما همشو متور بورسيون امورتونت حسب رأيه معناها. انتو كا انا نظن الثيقة يزي ما تقعد. انتو انت كا طبيبا عايش تخذي في مساحة خاصة. خلينا نتكلمه بصراحة. صحيح. ماكش شاعر واختي تدور في الشارع وتقعد في قهوة وتمشي تزور العائلة انه فما خزره سلبية جدا اليوم للمساحات الخاصة خلينا نتكلمه بصراحة. والله يا با فما وفما ما نتكلمش عليكم. ما انا اللي كل حد يعطيك الاكسباريونس متاعه واحد الاكسباريونس متاعه والداو وكل شيء يبدأ يشكر. الاخر عنده صارت مضعفات. على غالب. سامحني سامحني دكتور. اه. مسألة واضحة جدا. ليس اتمثلتي داوي لم يدويش لانه مدام ماشي. داوي وانت طبيب. بيبى النسبة ديك وقت اللي يجيك مريض بيش دوية. يلزم. نحن نحكي على الامكانيات. اه. عم ماذا يطلبه اصحاب المساحات الخاصة من المريض. اه. اقبل ما يعتب الباب قلو حت شيك دو جارانتي. ها قدامنا السيد القاضي. انا في بالي اللي نعرفه كونه اللي شيك دو جارانتي ممنوعين قانونا توضحين ربما النقطة دية. انه شفنا اللي صار مع الاستاذ متاع التربة الاسلامية في بنزرت سبعين مليون واللخمة اللي صارت. شفنا ايضا مع القاضي المرحوم السني العريضي. فبت. وعديد المواطنين الاخرين. انه ما عادش توا مواطن قادر كونه غدو الحي بشي نجي معتب باب مساحة خاصة. هنه هم ذا اللي يحكي عليه لطفي منه موجود مع كل الاسف. وهذا احيانا التاغي. اهنا نطرح المسألة اوترامان سامحني لطفي. اه نطرح المسألة اوترامان. احنا السيد رئيس الحكومة اعلن قال المواطن التوسي اذا ملقاش ملاسة في المستشفى العمومي يمشي المساحه الخاصة والدولة متاعو تتكفل به. احنا شفنا في فرنسا اصحاب المساحات الخاصة هم من طالبوا الدولة بالانخيرات. في الحرب ضد الكورونا احنا مع الاسف لهنا كان على الشومبر السنديكارI Bettainه اصحاب المساحات الخاصة انه تلقى حل مع الدولة مع وزارة الصحة انو الصحة بايي بطبيعة الحال احنا مالطلبوش من اصحاب المساحات الخاصة كانوا بش يخسر. هو لو شفنا احنا صاحب مساحة الخاصة في القسرين اللي جيه من افقر الجيهات اللي اعمل سيركوي كوفيد بالنسبة للمواطنين لانه يعرف انه المواطنين في القصرين مساكن ما في حال همش. ماذا بينا هذي يتعمم على الاقل على بعض الجيهات خاصة الجيهات اللي تعتبرنا همها غنية. لو كانت فما مبادرة وقتلي هما مدوا ديهم وقتلي رئيس الحكومة ارماعها التصريح هذي يمشيوهما ولقاوه اتفاقية كونه وقتلي يجيك مريض ما في حالوش. ملقاش معانة فرش في المستشفى العمومي يمشي المساحة الخاصة وفما قارنتي بتاع وزارة الصحة يعني الدولة فما اتفاقية ربما تمضى كونهي باش تتكفل خاصة تانوانا لما تبرش فلوس ملحكيات كوفيد. سمعني ابراهيم هذي مش مشكلة اه معناها نقابة اصحاب المساحات. مشكلة الدولة. هذي مشكلة الدولة. هذي عندك اه الا دولة عندك رئيس حكومة موشانية. رئيس حكومة هو اللي يفرض الشيء هذا على معناها اصحاب المساحات. لانك انتي اليوم اذا علنت انك في حالة حرب فلابد انك تمشي حتى الى تسخير المساحات. سخل كل شيء الحرب. لمرضة وضحايا لالكوفيد في تونس. اذا انتي عندك رئيس حكومة ربما يخاف من اللوبيات الصيدالية للمساحات الخاصة ونعرفوه اللي هو اللوبي ماشي ويكبر. بطبيعة الحال تعطيك النتجة هذي. اخي شنو? انتي ذاكي قاعدة انا رئيس اه ماساحة نجيك وقول لك يجي اخوة بش نداوي بلايش? لا حكومة موجودة وغير موجودة. بل اسمعنا طلعي رئيسة الحكومة طلع في تصريح. معناها اه ما ما عرش ما تسمعوش حتى من عند عادة الامام. يعني اللي امرضة يمشي الكلينيك والدولة وتخلص. هاو شفنا شو قاعد صاير مع قاضية ومعه استاذ. فما بالك مع مواطن عادية. احنا الدكتور منيش حاملوك اثم. اه تصرفات المساحات الخاصة. حبينا نعرفو اليوم الوضع الصحي. لانه ولت عنا شك حتى في الارقام اللي قاعد اخذ منها فيها السلطة الرسمية في تونس. اليوم وضع الكورونا. انتي كممارس مباشر. هلو وصلت ماذا لن انك تختار مريض على مريض? لا. فما معناها فما تفاقم الحالات اللي قاعدة تجي توقع في انوت ريشيل فيما يخص المساحات الخاصة. اه في الوقت الحاضر اه ما وصلناش اللي باشر يقولوا لا ملنجمش مثلا واحد يستوجب تصيب معناها التنفس الاصطناعي وقلنا لا ملنعملونوش على خاطر معانيش اه مكينة ولا معانيش اه مستلزمات. في الوقت الحاضر. في المساحات الخاصة مازالت ثما بلايس. مازالت ثما بلايس بطبيعة عن عن اه اله السيستام نيبا انكور دي بوردي كميقول لعنتي بانكور دي بوردي اما اما فما التفاقم معنا زيادة في اله في الامرات. بالله دكتور مش نهاجك اكثر شوي. اليوم كلفة مريض كورونا في الكلينيك. نسمع خطرة فيه ارقام متضاربة. مش هيك ضمان ثلاثين وبعد الطبيب في الاستاذ في بنزارة اللي توفى يا ربي يرحمه اه خمسة وسبعين الف دينار. شنوه معناه شنو اللي يخليها الرقم يتتتتعظم ويتفاقم بالدرجة هيدي. فما برشة برشة انت والحالة متعمل. قولوا مثلا الحالة القصوى مريض في حالة انعاش تحت المتنفس الاصطناعي وحالة وحالة اختيرة برشة. الحالة توصل مثلا خلينا نقوله في الاثنين ثلاثة الاف دينار في النهار. عليه اش توسط ثلاثة الاف دينار؟ ثلاثة الاف دينار على خاطر عندك الاكسيجين. الادوية متاعه لازم يتعطاه. المراقبة من الاجهزة متاعك. عندك. نفس السعر اللي كانت تتعطى به قبل الكورونا ولا توه ضعفه في الاسعار استغلال الفرصة. توه في الوقت الحاضر. المزودين متاع الماتيريال ميديكال. المزودين متاع لي ميديكا ما. يعرفين اللي الامور قاعدة تتكبس. خلصني توه كاش ولا ما نجيب لكش. يعني سلسلة كاملة بتاع الناس اللي تحب تستخر من الوابة. المستيس توه عندي عشين سنة نشي من عندك بل خمسين ومسي خمسين الف بابيت. لا لا توه اخويا رسوم بتاح الضعف وخلصني توه. الاكسيجين كيف كيف. الاكسيجين باش نعتيكم معناها بتيفة. احنا كل مستيسين في الجمعة نعبيوا الواحدة بتاع الاكسيجين. توه كل يوم. مش نعبيوا الاكسيجين تتعبى كل يوم. وزيد توك حكينا مع المزودين بتاعنا وعطيهم. صحة الحقيقة تفاهم كبير. اخويا كل يوم وكان نهار فما قريب ومنجا مش نجيك. لو كان اه نتعطى الكيس مش نعمل لاني المرضى اللي عندي بالاكسيجين. اضطرينا وحقيقة عاونونا مش نعملوا حاجة اضافية. منجا مش نقعد هنا اللي المخزون بتاعي بتاع نهار. عشرات الملايين مش نقول لك معناها اذا مع مع المزودة بتاعنا في الاكسيجين وبركة لو في حقة على التقسيد. نحب نشكره من هنا. نحكي لك معناها فما مصاريف تستوجب معناها مصاريف زايدة. اكثر من عام. بهد اه سعلي بسير تكراجه القانون. شو معناها? كلينيك تطلب الضمان على مريض قبل ما يدخل. ايه? معلش المريض ما يطلبش ضمان يقول لنا ايه يمكن توفع. مفروض في شل تنتي في انقاذ حياته. ما فهميش عليش بتقبض عليه فلوس. خمسة سبعين مليون. تهز جثة وتخلص عليها خمسة سبعين مليون. نعرف ان نحكي فيه اه معناها سوريالي شوية. اما اخويا ما دام انتم ما تتعاونوا مع صحة البشر وحياته بالضمان. هيه ونعملوا احنا ندخل للكلينيك. نعطيك التلاثين مليون. كان منعتني. كان منعتني. مبروكين عليكم نكمل لك النقص. اما نموت وزيد انخلص خمسة وسابعين مليون كما انخلصتها عائلتها اللي مريفة بنزرت. ما العرشان هي ذولي حتى فقها القضايا نجم. خستان بالنسبة سامحني سيد القاضي. خستان بالنسبة الشيك بتاع ضمان. مش في بالي قانون المبنوع. ايه 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 هتو يفسر فيه. اما جوز اسهلت لحتوهم. اما متلاسكين مع بعضهم ولكن كل حد عند كل سؤال عنده مسار متاعه. بالنسبة للسؤال الاول. انخلصك ام اضمني لنتيجة. ولا. الواجب الطبي هو واجب ببذل عناية وليس بتحقيق نتيجة. كي ما في المحامات? اه ادق. ادق كيف كيف اما الواجب الطبي ادق. بحيث اه هم مطلوب منهم باش يقوموا بالعناية الطبية اللازمة. والنتيجة هذيكها فيد الله وفيد ايه وتحكم في ايه المعطيات ما بينها الحالة اللي وظروفه وسنه. حيث ما ما فيش امكانية اه ما فيش. جاء بذل كل العناية الطبية الممكنة والعلمية الممكنة لانقاذه. ان ثبت ذلك كان نتيجة ايجابية. احسن وافضل ان تعذرها. فلا يمكن الطعن في الانثار الطبي اللي ان ثبتها وجود تقصير او خطأ طبي. ايه. هذيه بالنسبة الفرع الاول بنسوال. بالنسبة الفرع بتاع سيبراهيم. شيك ضماء. هل هو قانوني ام لا? اذا كان صاحب شيك عنده رصيد سابق. لا مالع في القانون انو عاتيه شيك. لا مالع. لانو مش يبقى فيه. بيش يبقى فيه كالمبلغ يقع تحديده لاحقا. اذا كان عنده رصيد لكيفه. اذا كان ما عندهش رصيد. حتى لقبل الشيك. وليس متأكدا من انو الو رصيد زمن تسلمه. فهو يواخذ جزائيا من اجل قبول شيك مع العلم المسبق بانه ليس له رصيد. انا يجب شيك كيفاش يثبت اللي هو عنده. شيك سرتيفي او له ما يثبت مثلا نهرتها. اللي هو عنده فلوس. عما انا جايبه بشيك كذا مليون وانا عارفه ما عندهش. اه هذي قانوني عاقب عليه. وا اذكر لمن لا يعرف اللي انا اول واحد عملت كتابة على قدم الشيكات. نعرف ايه. في بداية تسعينات. انا كتبت كتاب اسمه النظام القدم الشيكات ونعرف جيدا ما اقول. ثم بعد نحكيه حتى على دعوة عماية المحامين مدخرا الى اطلاق صراح المتهمين الموجودين في السجن بتهمة اه الشيكاتة. وتعويدا. بعد نرجعون ناخدوا فيها رايك. ايه نبقاهم عن مسألة معناها النقطة متاع القاضية. رحمه الله. وما صار حولها من جدل والشيك متاع ثلاثين المال في دينار? هذي القادة كغيرها من سابقها رحمه الله معتها نشاية المصاحة هذية وربما تستحت معتها مستشفى عمومي وضيعت برشا وقت. ومن الجانب الطبي انا ما عنديش مؤهلات باش نقيم هالبوذلة العناية الكافية ام لا. ولكن انا اتوقع ذلك. اما من الجانب المعاملة القاضية كايوها الناس وحط شيك بتلاتين مليون غارانتي ولا ما تدخلش وقد تكون دخلت وخرجت او دخلت ومشت المستشفى اخر. ووضع هذا ككل دعت ربما فرص كذا. اه هذا التوجهب عليه القضاء. تعهد به النيابة العامة. بنابل اه. حتى وان خرجت اه شقيقتها وزوجها وقالوا فماش مسئولية بتاع المصاح. مسئولية طبية. فما الجان طبية هي لتحدى المسئولية. خبرة طبية اخرى هي لتحدى. تم رفع شكوها في الغرض ولا? توثير النيابة العامة حسب معلوماتي لتلاتة البرحة. الوكالة العامة. محكمة للسانة في نابة. ذا بفتح التحقيق في الموضوع. اه انا نقول هذي بو. انا جزا ما نقولش القاضي عنده الحق باش نمشي لكلينيك ويداوب ليش ويروح. ما ما ليش من نوع هذك. القاضي. والله انا بالنسبة للقضاء معاك في المطلب هذا. انا بالنسبة لي اليوم. انا قدمت. انا قدمت مقترحة. على هالمعقول. نائب اليوم يزداوي في المستشفى العسكري. والقاضي ما عندوش حق في المستشفى العسكري. هذي مسلت انا انا قدمت مقترحة منشورة حتى في الصحافة البداية من البارحة. وبلغته لمن له النظر مباشرة في الهاتف وكذا. رأيي انه القضاء ما مش يطبوا في الصدق. عندهم تعاونية قضاء. وهذه تاخد في برشة فلوس. وتاخدها ريتونيو الاسورس. وقبل ما يوخذ القاضي الشهرية هم من لاحيو. انا نرجع نحكي وعليها بعض الاخبار لخطف. اصلا يوم تطرح حول التعاونية هذي اللي بقدر ما القاضي يدفع لها. وقت الصحيح ما يلقهاش. يا اخي اشنو حكاية هذه شركة التامين اللي متعاقدة معها. احنا متعاقدة مع شركة التامين ستار. جيستو ما. وعلاش ما تمش تغييرها وشنو اللي قاعد سار يبقى وراءها كما ما وراءها. بما انه هو ظرف استثنائي. بما انه طاعون او ايفا قد جد عام او اثنين. وعداد القضاء ما هوش كبير برشا. يلزم تاخذ قرارات استثنائية ديكو قاضي معاته اصيبه بكوفيد. معاته تعود هالتعاوني هذيه تكون مباشرة. خاصة وانو القاضيات الثلاثة تقريبا اللي رحلوا علينا في الاسبوع هذي هما ما اصيبوا معناه هما في المحاكم ويمارسوا في العمل لامتاحهم. وهذا ربما اللي خليه الموت. الوضع. نرجعوه للمباعد سيدعلية خطبتهاو عنا اه فاصل متاع الاخبار وبعد فاصل غنائي قصير وبعد نرجعوه بطبيعة الحال لتناول بقية الفقرات البرنامج دكتور. فضلا. نشكروك ياسر على حضورك معنا وخليوك تمشي. مش تمشي تحت افل بعيد ميلاد زي وش تكشوها. ان شاء الله كل شيء بالبركة. عايش. ان شاء الله اقبال المئات سنائية كما يقولوا لمساروة.